ناقش مشاركون في المنتدى الإقليمي بعنوان الرقمنة لتسهيل التجارة وتعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي الذي افتتحه وزير الصناعة والتجارة والتموين سبل تعزيز التكامل التجاري والاستفادة من التطور التكنولوجي في تسهيل الإجراءات التفاصيل في هذا التقرير مساهمتنا في تحقيق القدرة التنافسية للسلع والخدمات العربية والنمو الاقتصادي الشامل يصب الأردن كافة جهوده على التطور الرقمي خصوصا في دائرة جمارك جمارك تعمل على مراقبة التجارة الداخلة والخارجة إلى الوطن ولذلك لابد من أن تكون هناك طرق مختلفة لتسهيل هذه التجارة ولكن على أن لا نغفل أو ننسى الرقابة ومنع التهريب أو دخول الممنوعات إلى الأردن تعزيزا لمفهوم النوافذ الوطنية للتجارة في الدول العربية تتجه دول للاستفادة من التجربة الأردنية في رقمنة الحركة التجارية للعمل على تطبيقها مصر حاليا بتتجه لتنفيذ السنجل ويندو النفيذة الواحدة تسهيل التجارة والسنجل ويندو ده ده هيأدي ورقمنة هتأدي إلى تقليل التكلفة سرعة الإفراج تقليل تكلفة البضائع داخل المواني ده بيأدي إلى أن تكون البضايع تكلفتها أولئلة بالنسبة للمستهلك تأدي إلى إحكام رقابة تأدي لسرعة الإفراج الجماركة الآن طبقت آخر إصدارة في الرقمنة اللي هي الأسكودة العالمية الإصدارة الأخيرة كمان والحمد لله يعني كل الإجراءات الجمهورية في كافة ولايات السودان تطبق الرقمنة عبر برنامج الأسكودة العالمية رقمنة الحركة التجارية تحقق مزيدا من الإصلاحات في السياسات التجارية في خطوة لتطوير التجارة والتكامل الاقتصادي الإقليمي ليلة خالد رؤيا ترجمة نانسي قنقر